موسيقى الرئيس السيسي يتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ويؤكد أن التحول للطاقة المستدامة يعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنيئة لملوك ورؤساء العالم للتهنيئة بأعياد الميلاد غارات على جميع أنحاء غزة تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات والأمر وتنتقد أوامر إسرائيل الجديدة للإخلاء من وسط القطاع السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجرام نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر حيث تم استعراض سيناريوهات انتاج الهايدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهايدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة انتاج الهايدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنياء لأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وقد أعرب الرئيس السيسي في برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهنيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توجه بالتهنيئة إلى الرئيس السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيسا لمصر من جانبه ثمن الرئيس السيسي هذه اللفتة المقدرة كما تترق الاتصال بين الجانبين أيضا إلى التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول مسار القضايا العالقة بين البلدين تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة وذلك في اليوم الثامن والسبعين للعدوان المتواصل على القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات استهدفت الغارات منازل لمواطنين في مخيمي البريج وجباليا وسط وشمال القطاع كما شهدت المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم النصيرات غارات مكثفة وكذلك في مدينة غزة وشمالها وقصف طيران الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في الوقت الذي لا تزال فيه دبابات الاحتلال تحاصرها وتمنع وصول سيارات الإسعاف للقرحة أو الانتشال الجثمين قصف مستمر على غزة اعتقالات واقتحامات في الضفة هذا ما تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ثلاثة أشهر ففي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية كذلك شمل القصف محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبية القطاع أما في الشمال وتحديدا في بلدة جبلية فقد دمرت غارة نفذها الطيران محطة لتحلية المياه وفي غضون ذلك أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل ثمانية من تواقمها من مركز إسعاف شمال غزة فضلا عن تدمير مركبات الإسعاف وجزء من المبنى الإداري للمركز فيما تواصل تلك القوات منع تواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثمين الشهداء والمصابين وفي أحدث إشارات إلى توسيع الاكتياح البري للقطاع طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا حيث وجد ألاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين مرة أخرى للنزوح خلال الحرب التي جعلت قطاع غزة ما كان ينعدم فيه الأمن وتستحيل فيه الحياة ناهيك عن استشهاد أكثر من عشرين ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي الضفة الغربية بداية من جنين ونبلس وبيت لحم وصولا للخليل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدات في وقت انقطاع الطيار القهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة حيث دارت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مدير شؤون الأنروا في غزة ماسوايت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة بعد أمر إخلاء إسرائيلي جديد وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس قال وايت إن الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شطرنج مضيفا أنه تم تهجير الكثير منهم عدة مرات وبحسب الأنروا فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل أكثر من مائة وخمسين ألف شخص كانت قوات الاحتلال قد أصدرت أمس أمرا جديدا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى دير البلح جنوبا بدورها أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيب أن أكثر من ثمانين في المائة من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد تشير تقديرات المنظمة إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد معاناة ما لا يقل عن عشرة ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم لافتة إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة يعيش داخل الإسرائيلي حالة من عدم اليقين حول الحرب على قطاع غزة لسيما في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش والاقتصاد يأتي ذلك في وقت أشارت فيه هيئة البث الإسرائيلية إلى استعداد الجيش الإسرائيلي للانتقال نحو المرحلة الثالثة من الحرب خلال الفترة المقبلة خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل وجيش الاحتلال بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة دفعت الداخل الإسرائيلية إلى التفكير في مآلات الحرب على غزة والفرضيات المناسبة لإنهائها هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب خلال الأسابيع المقبلة والتي تتضمن إنهاء التواغل البري في قطاع غزة وتخفيض أعداد القوات وتسريح قوات الاحتياط واللجوء إلى الغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة وزعمت هيئة البث الإسرائيلية سيطرت الجيش على معظم منطقة شمال قطاع غزة مشيرة إلى صعوبات كبيرة أمام الجيش في المضي قدما إلى جنوب القطاع وسائل أعلام إسرائيلية ذهبت إلى أبعد مما نقلته هيئة البث الإسرائيلية وأشرت إلى أن الجيش الإسرائيلية أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار مؤكدة أن مراكز القيادة المختلفة تستعد لتغيير كبير في طبيعة العمليات في غزة بحلول الشهر المقبل وسائل الأعلام الإسرائيلية أوضحت أن المرونة في الجدل الزمني للعملية في غزة تأتي في ظل اعتبارات سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي تضررت شعبيته بشدة لافتة إلى أن الوضع على الأرض في غزة لا يتقدم بالوتيرة التي يتم ترديدها في الخطاب السياسي حالة التخبط في الداخل الإسرائيلي تتمثل في عدم الاستقرار أو الوعي الكافي بكيفية تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات التي تتضح معالمها مع استمرار المواجهات في غزة عبر شبكة من الأنفاق والكمائن في شوارع يملأها الركام إلى جانب القلق المتزايد بشأن احتمال تقديم حكومة إسرائيل تنازلات للفصائل الفلسطينية لإعادة المزيد من المحتجزين نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استطلاعا أجرته مؤسسة مختصة بالأبحاث يتعلق بدعم الأمريكيين للقضية الفلسطينية أظهرت استطلاعات الرأي أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين وهي الفئة العمرية الوحيدة التي تقف مع فلسطين وأظهرت الاستطلاعات كذلك أن 28% أعرب عن تعاطف أكبر مع الفلسطينيين مقابل 20% للإسرائيليين وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تغيرا في وجهة نظر العديد من شعوب العالم تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المقابل 20% للإسرائيلي اشتركوا في القناة رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنصيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الامن في هذا الشأن خطوة همة وإيجابية على مصاري تخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع معتبرة أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بلود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة كما جددت مصر تأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن تعزيز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء متأخرا وأنه ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع وأوضح أبو الغيت أن القرار هو محاولة لمنع حدوث مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال من وضع كارثي إلا أنه ليس كافيا لوقف آلية الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفا لإطلاق النار وأضاف أبو الغيت أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف وذلك نزولا على رغبة إسرائيل مشددا على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المتواصل وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقاومات الضرورية للحياة أكدت الخارجات الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكه الإجرامي المتواصل يثبت أن استمرار الحرب بالطريقة الإسرائيلية سيؤدي إلى فشل تطبيق قرار مجلس الأمن شددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة كما أدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل في قطاع غزة والإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين كان مجلس الأمن الدولي قد وافق على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة وأكدت مصر على أهمية خلق أفق سياسي لاستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولته المستقلة بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل الاتفاق في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة داعياً لاتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية مصر على لسان مندوبها بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أكدت على أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة مندوب مصر شدد كذلك على أن قرار المجلس يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الدامية للتصعيد الإسرائيلي وصدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على الغزة وضمان استمرارية ودوام نفاذ المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا لتقديم الدعم الإنساني نتطلع سيد الرئيس أن يساهم هذا القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة قطاع غزة الذي ورغم الجهود المصرية المضنية لتقديم كل المساعدات القصوى الممكنة للأشقاء الفلسطينيين ورغم اقتسامنا الكساء والغذاء والدواء معهم ما زال يشهد كارثة إنسانية مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية من جهتها طلبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن لا ننسيب مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع وقوع المجاعة في قطاع غزة وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أشادت مندوبة الإمارات بجهود مصر لاحتواء الأزمة في القطاع المحاصر إذا ما اتخذنا إجراءات حاسمة فإن المجاعة ستسود غزة إن هذه الحرب والثمن الذي لا يطاق الذي يتكبده الفلسطينيون ستون إلى سبعون في المائة منهم من الأطفال لهذه الحرب أثر هائل على بلدان الجوار إن انتشار النزاع للمنطقة احتمال قائم ونشهد ذلك في الوقت الرهن بما في ذلك في الضفة الغربية حيث أن ثلاثمائة ألف ثلاثمائة فلسطيني منهم خصوة وسبعون طفلا قتلوا وإن جهود مصر لاحتواء هذه الأزمة على الحدود جديدة بالثناء لكن هذا البلد بحاجة لمساعدة هذه ليست مشكلة مصر بمفردها لا بد من وجود رد دولي ولهذا السبب فإن مجلس الأمن قد طلب إليه أن يتدقلوا بشكل عاجل كان مجلس الأمن قد شهد جلسة عاصفة بدأت بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والتي أكد فيها أن الطريقة التي يتبعها لاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملياته العسكرية تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع الفلسطيني والذي يسكنه 2 و3 من 10 مليون نسمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش عن تأييده لأي وقف للعمليات العسكرية في قطاع غزة وتعزيز وصول المساعدات الانسانية الى القطاع اعرب جوتيرش عن املي في ان تؤدي اتصالاته مع مصر وقطر ضمن جهود التفاوض والوساطة الى فرص جديدة لاطلاق صراح المحتجزين الاسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية نحن نؤيد اي توقف للعمليات يمكن ان يؤدي الى تحسين المساعدات الانسانية وتبادل الاسراء ونعلم ان المفاوضات جارية لقد كنت على اتصال ناشط مع مصر وقطر وغيرهما وآمل ان تؤدي هذه المفاوضات الى فرص جديدة لاطلاق صراح الرهائم اشتركوا في القناة الاغاثية الى غزة وقال مستشار الرئيس الوزراء العراقية ان لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني ارسلت الدفعة السابعة من المواد الاغاثية والغذائية والطبية الى قطاع غزة لافتا الا ان مجموعة المواد الاغاثية والطبية المرسلة بلغ نحو تسعين طنا فضلا عن عشرة ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة واضف المسؤول ان عملية ارسال واجبات الاغاثة للشعب الفلسطيني ستستمر عبر الجسر الجوي بين العراق ومصر وبالتنسيق مع السلطات المصرية تمهيدا لارسال المواد عبر معبر رفاح اشتركوا في القناة يواصل معبر رفاح المصري استقبال الشاحنات الاغاثية التي تدخل لدعم الاشقاء الفلسطينيين حيث يصطف عدد من الشاحنات امام المعبر تمهيدا لادخالها الى قطاع غزة دخل الى الجانب الفلسطيني اليوم 40 شاحنة مساعدات بالاضافة لست شاحنات وقود فضلا عن استقبال 250 من مزدوجي الجنسية وقد تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفاح حتى الان 5300 شاحنة واستطوقعات بزيادة عدد الشاحنات في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الامن بسرعة ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مطار العريش الذي لا زال يستقبل جميع المساعدات الانسانية والاغاسية من الدول المختلفة حيث ان مطار العريش اليوم استقبل ثلاث طائرات الطائرة الاولى هي طائرة من الامارات على مثلها 84 طن من الادوية والمتنزمات الطبية وايضا المواد الايجاسية وهذه مخدمة من منظمة الصحة العالمية بالاضافة الى طائرة اخرى قادمة من الامارات أيضا على مثلها 23 طن من معدات محصة تحلية الجياه بالاضافة الى طائرة روسية على مثلها 20 طن من المساعدات الانسانية والمتنزمات الطبية المختلفة هذه المساعدات تذهب مباشرة الى معبر رفع وهنا نتحدث بالفعل عن الجميع يعلق الامال على ان تزيد وطيرة المساعدات خلال الفترة القادمة بعد قرار مجلس الامن بالامس بقرار او مشروع قرار تسليع دخول المساعدات المساعدات تدخل من الجانب المصري بصفة مستمرة ولكن هو الامال على الجانب الاخر فيما يتعلق باجراءات التفتيش وغيرها انتقل وان يتم دخول المساعدات بصورة اكبر عن الايام الماضية اليوم دخل بالفعل الى الجانب الفلسطيني 40 شحنة محملة بعدد من المواد الجزائية والمواد المستمتنة الطبية والادوية والبطاطين والخيم بالاضافة ايضا الى شحنات الوقود التي لازلت تدخل يوميا 6 شحنات وقود نتحدث عن 4 شحنات للسولار وشاحنتين للجاز بالاضافة الى استقبال 250 من مزدوج الجنسية الذين يأتون عبر معبر رفع بالاضافة الى الخدمة التي تقدمها مصر للمصابين والجرحة الذين يأتون عبر معبر رفع وهنا عودة الى مدينة العريش مرة اخرى فيما يتعلق بمستشفى العريش التي تم تجهيزها لاستقبال كل المصابين نتحدث عن ان مستشفى العريش قدمت او اجرت اكثر من 160 عملية دراحية للمصابين اكثر من 50% منهم من الاطفال بالاضافة الى المستشفيات الموجودة على مستوى مدن القناة او القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة نتحدث عن 37 مستشفى تم تجهيزها لاستقبال كل الجرحة والمصابين ولزلت بالطبع كل الجهود مستمرة وكما تحدثت نتمنى خلال الفترة القادمة ان يكون هناك دخول اكبر عدد للمساعدات الانسانية والشاحنات الموجودة في قطاع غزة لاستقبال او مدنها لقال قطاع غزة الذين هم بحاجة الى هذه المساعدات خاصة المساعدات الصبية والمساعدات الانسانية ايضا مدينة العريش بها عدد كبير من المكازن نتحدث عن 7 مكازن التي تستقبل كل هذه الشاحنات وكل هذه المساعدات بالتقاون والصنطيق الذي يتم على مدار الوقت ما بين جمعية الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني لدخول هذه المساعدات ونحن نلاحظ يوميا عدد كبير من الشاحنات المصطفى امام معبر رفع وايضا هنا في مدينة العريش سواء في مطار العريش او حتى في المكازن التابعة للهلال الاحمر تميدا لدخول اكبر عدد من الشاحنات خلال الفترة المقبلة وهذه نقطة فاصلة لتأكيدا على الجهود القصرية المبدولة لتقديم كل الدعم للاشقاء الفلسطينيين نعم زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش شكرا جزيلا لك وللحديث اكثر حول جهود مصر لوقف التصعيد وادخال اكبر قدر من المساعدات الانسانية لقطاع غزة ينضم الينا ايضا عبر الهاتف السيد محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أستاذ هيكل بعد تحية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول للتصعيد الاسرائيلي الأخير وهو يبدو الجهود كثيرة جدا مصر تبدو الجهود كبيرة لوقف هذا العدوان والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية قراءتك لذلك في إطار الجهد المصري المبذول باستمرار لوقف إطلاق النار والوساطة المصرية في إقرار هدنة عاجلة بقطاع غزة بالتأكيد جهود مستمرة للسيد الرئيس من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر تحديدا نشوف جهود مستمرة لفرض التهديئة بين الطرفين شوفنا ترجمة ده على مستوى اتصالات على أعلى مستوى من الرئاسة المصرية بجميع القادة على مستوى دول العالم شوفنا اتصالات مباشرة مع الجانب الأمريكي شوفنا على المستوى الأوروبي حتى على المستوى العربي مصر كانت أول دولة دعت لقمة للسلام في القاهرة مع بداية العدوان الإسرائيلي ومع بداية الضرب على أخطاع غزة جهود سياسية مستمرة مش بس من الأزمة دي من الأزمة السابقة مصر كان لها دور دايما في فرض التهديئة وفرض الهدنة بين الطرفين ما ننساش اللي حصل في ما يقابل كده جهود عدد الأعمار اللي مصر دخلت لها فاللي بيحصل النهاردة مش جديد على الدولة المصرية ومش جديد على قيادة المصرية سياسيا مصر زي ما قلت لحضراتك ساعت وكان لها دور في أول قمة لفرض الهدنة بين الطرفين قمة السلام في القاهرة وكان لها مشاركة طبعا قوية جدا وواضحة جدا وبرزة جدا في خمة العربية الإسلامية في السعودية ومختلف القمم اللي حصلت عشان نتوذ التهديئة في القطاع وعلى الجانب الآخر أستاذ هيكل يعني حريصة على هذا الوقت منتشوف طبعا الجهود المستمرة زي ما مراسل حضراتكم كان بيشرح لدخول المساعدات 24 دا سؤالي لحضرتك أستاذ هيكل يعني تحدثت الحقيقة بشكل وافي عن الجهود المصرية على الجانب السياسي وذلك من أجل الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار كيف ترى على الجانب الآخر الجهود المصرية الرائدة أيضا في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة بل وحجد المجتمع الدولي بالكامل لتخفيف حدة هذا الحصار الإسرائيلي على القطاع حضراتك أكيد متابعين من أكتوبر المرحمة اللي بيشوفها في مطار العريش كل دول العالم 126 دولة بتبعت مساعدات على مطار العريش وبهود المصرية اللوجستية المصرية داخل الأرض العريش هي اللي بتنظم عن هذه الدقول يعني معلش أي مخطورة أو أي شحنة داخل قطاع غزة اللي سيئها في الآخر هو مصري الجهود المتبادلة ما بين التحالف الوطن العمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري ومختلف المنظمات المجتمع المدني المصرية هي اللي موجودة النهاردة عند معبر رفح وهي اللي بتساعد في إدخال المساعدات دي جهود مصرية خالصة جهود لشباب مصري موجود عايز يساعد إخواتنا في غزة وعايز حريص أنه يوصل لهم كل مساعدة يقدر يوصلها لهم حملات التبرع بالدم المستمرة جهد شعبي واضح خارج ونابع من القومية المصرية ونابع من القومية العربية ونابع من إيمان المصريين بقضيتهم اللي بيعتبروا أن دي قضية أمن قومي لهم مش بس على مستوى السياسي المنظور ده لكن حتى على المنظور الشعري المصريين عارفين وفهمين أن قضية القرسطينية هي قضية الأضايا للمصريين وقضية أمن قومي لمصر صحيح وده مترجم طبعا زي ما حدودك شايفت الجهود اللي نتكلم فيها أن العريش فيها مرحمة لإدخال المساعدات يوميا في ناس بتخاطر بحياتها المعبر مفتوح من الجهة المصرية ومصر أكدت على ده مرارا وتكرارا صحيح من اليوم الأول لكن هو التعنق من الجانب الآخر جهود مستمرة التنسيق على الأرض مستمرة من الشباب المصري ومن القبراء المصريين الموجودين عند المعبر وفي العريش طبعا جهود واضحة جدا جهود العالمية الضغطة على المجتمع الدولي شوفنا حتى الشعب المصري اتخرج في مظاهرات لدعم القضايا الفلسطينية على وسائل التواصل التنسيقية بتشوف الشباب المصري وضعوا عشان يفنع العالم كله بالقضايا الفلسطينية وبحق الفلسطينيين بأرضهم جهود واضحة جدا لا تحتاج يعني لا تحتاج أن الواحد يشير لها لأن في أي موقع وفي أي مكان تقدري تشوفي جهود الشعب المصري اللي داعم للقضايا الفلسطينية سواء على مستوى الدعم اللوجيسي على مستوى الدعم بالشاحنات وبالدعم بالأغذية وبالوقود كل المساعدات الحقيقة يعني سواء زي ما حضرتك بكرت الإغاثية أو الغذائية أو الوقود الحقيقة عايزة أتوقف عند نقطة مهمة جدا أيضا وهي تأكيد الأمينة العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أنه القرار اللي اعتمده مجلس الأمن بشأن تعزيز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء متأخرا وإنه مازال بعيدا بشكل واضح جدا عن المطلوب تحقيقه هو الوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار وهذا ما طلبت به مصر مرارا وتكرارا قراءتك لهذا التطور الخاص بقرار مجلس الأمن وإنه لابد أن يكون هناك عملية إغاثية كبرى لمئات الألاف من المدنيين لحمايته من القصف المتواصل لآلة الاحتلال الإسرائيلية بالتأكيد نحن بعد أكثر من 70 يوم من الحرب اللتائج الكارثية على المستوى الإنساني في قطاع غزة نحن محتاجين قرار لدعم الإنسانية لمصرط الإنسانية في قطاع غزة بصراحة القرار اللي خرج النهاردة هو بطارقة أمل لتخل مزيد من المساعدات في القادم إن شاء الله للقطاع وفرض التهدئة الكاملة بإذن الله وفرض وقف إطلاق النار لكن أشوف أن لازم مجلس أمني يأخذ قطوات أعلى وقطوات أفعادية وفرض وقف إطلاق النار يمكن قرارنا النهاردة زياني بقول لحضرتك وكرام الأمينة العام لجميع الطوال العربية هو صحيح بالتأكيد القرار جاء متأفر مصر بتنادي بوافق إطلاق النار وإدخول المساعدات من أول يوم للإشتباكات من أول يوم للأحداث نحن النهاردة بنتكلم بعد أكثر من 70 يوم فيه آلاف آلاف الضحايا فيه آلاف من المشردين فيه آلاف من البيوت للنهاردة فيه آلاف مش لقين أكل في غزة ولا لقين مصدر للطاقة ولا لقين أي طريقة للمبيد أو أي مسكن يسكنوا فيه الوضع الإنساني إنك صعب جدا قرار متأخر طبعا أكيد مصر هيكون لها دور في حجز المجتمع الدولي تاني عشان نفرت وقف إطلاق النار أكيد هيبقى فيك هدنة تانية وتبادل الأسرة تاني عشان نوقف الحرب ونوقف الدم اللي بيحصل الإنسانية وحقوق الإنسان اللي العالم كله بينادي بيها بتختزر النهاردة في مساعدات ضئيلة جدا بتخشل قطاع غزة وده لا يليق أبدا بالعالم وبحقوق الإنسان وبالتالي لابد أن يفعل هذا القرار الخاص بمجلس الأمن من خلال تعزيز المساعدات وأيضا الوصول إلى وقف مستدام وكامل لإطلاق النار وذلك لحماية مئات الألاف من الفلسطينيين من المدنيين من هذا القصف المتواصل لآلة الإسرائيل آلة الاحتلال الإسرائيلية بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات شكرا جزيلا على هذه المشاركة تضرر سفينة تجارية تابعة لإسرائيل بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الهند تعرضت سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي ألحق بها أدرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا أكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده من جهتها أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم لايبيريا لكنها مرتبطة بإسرائيل مضيفة أنها كانت متوجهة إلى الهند وقد أوضحت أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند هذا ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن هذا الهجوم بعد وتأتي الضربة بعد سلسلة هجمات انشنتها قوات الحوث اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إذا انتشار العنف في السودان بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت في نزوح سبعة ملايين شخص وندد مجلس الأمن في بيان المشترك بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء أعلن رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي ومسؤولون عسكريون أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قادفة روسية من تراز سو 34 على الجبهة الجنوبية أشاد زيلانسكي في كلمة له وحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون على حد قوله ذكرت تايوان أنها رصدت نشاط لطائرات وصفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة وأعلنت تايوان أنها رصدت عشر طائرات عبرت الخط الفاصلة لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية دوريات للاستعداد القتالي المشترك يأتي ذلك استمرارا لأنشطة بيكين العسكرية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الطيوانية حيث تنظم حاليا حملات استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في طيوان في الثالث عشر من يناير المقبل وتمثل فيها العلاقات مع الصين نقطة خلاف رئيسية انطلقت فعليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في النسخة الثلاثين بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة من مصر والعالم العربي والإسلامي من جهته وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في افتتاح هذه المسابقة وجه الشكر للسيد الرئيس على رعايته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلقت الدورة الثلاثون من المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تأتي في إطار دور بصر ريادي في خدمة القرآن الكريم المسابقة التي تحمل اسم القارئ الشيخة محمود علي البنة تقام فعلياتها للمرة الأولى في المركز الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد منارة لخدمة الإسلام وعلومه وذلك بمشاركة أكثر من 100 متصابق يمثلون 65 دولة بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا وأكرم مصرنا الحبيبة بالقرآن وبتلاوة القرآن وأن يقام على أرضها هذا العرس الكرآني السنوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه الذي دائما يكرم أهل القرآن ويزيد من عطائه وهداياه ومكافأته لحفظة القرآن الكريم ولأول مرة نجد أن هذه المسابقة قد أخذت دعما غير مسبوك من المكافآت القرآنية التي تصل فيها الجائزة الأولى إلى مليون جنيه وهذا أمر لم يكن موجود في كل المسابقات السابقة المقصد من إقامة هذه المسابقات هو أن يشع نور القرآن من مصر على أرجاء الدنيا كلها أولا المسابقة هذه مسابقة إلكترونية لا دخل للمحكمين فيها من ناحية إعداد الأسئلة إنما الأسئلة تكون معدة مسبقا ويختار المتسابق رقما الكمبيوتر ينزل الأسئلة مباشرة فهي من ناحية الشفافية في اختيار الأسئلة فيها شفافية واضحة والجميع يعرف ذلك من المتسابقين وغيرهم ثم المتسابق عندما يقرأ يبدأ بقراءة القرآن الكريم نحن نسمع هذه التلاوات ثم يكون عندنا أي خلل نخصم عليه درجات إذا لم يكن هناك أي خلل يأخذ علامة كاملة المشاركون من مختلف دول العالم وقهوا الشكر لمصر على جهودها في حفظ كتاب الله وتقديم كافة أشكال الدعم لحفظ القرآن الكريم بداية من توفير المقارئ القرآنية ومركز التلاوة ومكاتب التحفيظ وغيرها ما شاء الله المسابقة جميلة جدا وأنا أشكر وزارة الأوقاف وأشكر الشعب المصري العظيم على حفاوة الاستقبال اللي وجدناها من أول وصولنا إلى مطار القاهرة والحمد لله التجهيزات جميلة جدا والحضور من دول مختلفة ورأينا زملاء ومشاركين من دول متنوعة جزاهم الله خيرا مسابقة ما شاء الله لجنة من جهة التنظيم ومن جهة التفحيص ومن جهة المراقبة الجميلة ما شاء الله وكان استقبال رائعي يليقوا بيجي القرآن والله ما شاء الله يعني وجدنا استقبال طيب وجهود طيبة وتنظيم جيد واعتناء وترحيب الحمد لله جزاهم الله خير ويعني نسأل الله أن يزيدكم من فضله في خدمة القرآن وإن شاء الله يعني نشارك في مسابقات قادمة وتقديرا من وزارة الأوقاف لحفظة كتاب الله تم رفع جوائز مسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين جنيه وخمسين ألف بزيادة قدرها ثلاثمائة في المائة عن العام الماضي وتعنى المسابقة بحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة كما أنها تأتي تفعيلا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم محمد الخطيب التلفزيون المصري والآن نتحول في نشرة السادسة لأهم أنباء المال والأعمال أهم أنباء المال والأعمال والجلوة الاقتصادية وليلة عمر إليك لأيك شكرا لكم يوسف وريهام وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزرة الخارجية برنامجا تدريبيا للكوادر الإدارية بوكالة وهيئات الاستثمار في ثمان عشرة دولة أفريقية البرنامج التدريبي استمر لمدة خمسة أيام تحت عنوان الترويج للمشروعات الاستثمارية وتضمن تعريف الكوادر الإفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين حققت مؤشرات البرصة المصرية وقطاعتها المختلفة مكاسب قياسية تجاوزت 700 مليار بنيها خلال عام 2023 وحتى الآن جاء ذلك بحسب إحصاءات أعدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط مستعرضة المكاسب التي حققتها المؤشرات ودوافعها بينما يطول عام صفحاته تلملم البرصة المصرية أوراقها مسجلة أرقاماً ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عاماً أرقام قادتها كافة المؤشرات والقطاعات لتكتب فصلاً جديداً في سلسلة نجاحات باتت تحصد ثمارها يوماً تلو الآخر فبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط تجاوزت مكاسب مؤشرات البرصة المصرية نظيراتها العالمية والناشئة قبل أسبوع من الإغلاق العام وفي هذا الإطار أظهرت الإحصاءات التي أعدتها الوكالة أن مكاسب البرصة هذا العام فاقت أي سنة من سنواتها السابقة منذ تتشينها حتى في أوجز دهار الاقتصاد لتتجاوز مكاسبها 700 مليار جنيه وهو رقم يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في البرصة في قمتها كما بيانت الإحصاءات أن رأس المال السوقي لإجمالي الشركات المقيدة بالبرصة قفز من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية 2022 إلى تريليون و666 مليار جنيه قبل نهاية 2023 وهو أعلى مستوى له في تاريخه وبزيادة نسبتها 73% عن العام السابق حصاد المكاسب هذا العام جاء بالجملة ليشمل المؤشرات الرئيسية والثانوية على حد سواء وبحسب خبراء ومحللين بسوق المال فقد جاءت تلك المكاسب رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي مدفوعة بالتغييرات التي شهدتها إدارة منظومة سوق المال والتي شملت كل من هيئة الرقابة المالية ومؤسسة البرصة المصرية من عكس إجاباً على مؤشرات البرصة وتعاملاتها وشهية المستثمرين فضلاً عن عودة الثقة بقوة كما يرى الخبراء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خفض قيمة الجني خلال عام 2023 أكثر من مرة ساهم في إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبرصة المصرية ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين ومع تنام الثقة في السوق تزايدت معدلات السيولة تدريجياً حتى تجاوز المتوسط اليومي للتدولات بمستوى بين 2 لـ 4 مليارات جنيه هذا إلى جنب الجدية الحقيقية التي أظهرتها الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام إذن هي بشرة خير تزفها لنا البورصة المصرية قبل أيام معدودات على نهاية العام بشرة ربما تكون الأولى لكنها لن تكون الأخيرة في حصاد سلسلة الجهد المخلص والإرادة الجادة في دولة وقودها العمل وعنوانها النجاح ترجمة نانسي قنقر في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعر النفط في آخر تدولة الأسبوع لكنها سجلت ارتفاعاً أسبوعياً للأسبوع الثاني على التوالي في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن هجمات قوات الحوطي في البحر الأحمر وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت أربعة من عشرة في المائة إلى تسعة وسبعين وسبعة من المائة دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي الوسيط غرب تكساس خمسة من عشرة في المائة ليستقر عند ثلاثة وسبعين دولار وستة وخمسين سنت كما هبطت أسعار المزورة عالمية بنسبة واحد وسبعة وخمسين من المائة في المائة لتصل إلى دولارين واثنين وستين سنتاً للتر في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة واحد وثمانية وأربعين من المائة في المائة لتسجل دولارين وواحد وستين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سجلت السياحة تعاشاً في تونس مع استقبالها ثمانية فاصل ثمانية مليون زائر في العام الحالي بزيادة بلغت تسعة واربعين وثلاثة من عشرة في المائة على أساس سنوي متجاوزة الرقم القياسي المسجل في عام الفين وتسعة عشر قبل ظهور وباء كورونا قال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني إن إرادة السياحة بلغت ستة فاصل سبعة مليار دينار أي حوالي مليار يورو حتى العاشر من ديسمبر الجاري وذكر البنك الدولي أن هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها ثمانين في المائة من نتيجها المحلي الإجمالي يقلص عجز الحساب الجاري جزئيا ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى يوسف عبدين واري همديب لاستكمال ما تبقى من النشر إليكم شكرا ليلة انتهت أخبرنا وبقي التذكير بالعناوين الرئيس السيسي يتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر ويؤكد أن التحول للطاقة المستدامة يعكس اهتمام مصر بتنمية شاملة الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة لملوك ورؤساء العالم للتهنئة بأعياد الميلاد غارات على جميع أنحاء غزة تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات والأونروا تنتقد أوامر إسرائيل الجديدة للإخلاء من وسط القطع وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء